ابتدت اللجنة الحقيقة تشتغل بشكل كبير سواء من خلال تشكيل لجان لتقصي داخل المنازل والأماكن اللي احنا رصدنا فيها الحالات دي اللي هي كانت تحديدا في مكانين في أبو الريش إبلي والرقبة بدراو يعني عارفين مكانين تحديدا هم دول القريتين أو الأماكنين اللي فيهم الحالات اللي احنا شفنا فيهم تردوا على المستشفيات ما دون ذلك ما كانش فيه أي ترددات على مستوى المستشفيات بالكامل لان احنا عندنا تاني ترصد في كل لحظة في كل المستشفيات اشتغلنا من خلال فري العمل حقيقة بكذا محور احنا كوزارة صح اشتغلنا فيما يعنينا ومعالي الوزير الاسكان اشتغل مع اللجان الخاصة به في كل محطات المياه وهيتكلم حضراتكم معانه واشتغل سات المحافظ في التنسيق ما بين كل القوى في نفس التوقيت عملنا ستة قوافل علاجية لمنطقة أبو الريش وستة قوافل علاجية لمنطقة دراو ومزودة بكل الفرق الطبية والأدوية اللازمة ومستحرات معالجة الجفاف بحيث ان احنا يبقى موجودين جنب البيوت التي ظهر فيها هذا اللغز كما اطلق عليه لغز واقف عند الحية هذه الحقيقة لان لا كل مرض في الدنيا له سبب وله عرض معنى كلمة العرض يعني يمكن ان يكون الاسهال والقيمة وارتفاع درجة الحرارة هو عرض لمرض وليس مرض في حد ذاته وبالتالي اي مرض في الدنيا يحتاج لفحصات يحتاج لأشعاعات يحتاج لمتخصصين عشان نقدر نقول نوع المرض دقيق وبالتالي حتى الالتهابات الخاصة بالمعاوية هي لها اسباب فيروسية زي الروتافيروس ولها اسباب بكتيرية زي انواع كتيرة من المكروبات البكتيرية نتكلم عليها والتوفايليات ما نقدرش نطلع كوزارة صحة بنتكلم بشكل علمي ودقيق من غير ما يكون عندنا الادلة والبرهينة العلمية التي تثبت اللغز اللي ما يطلق عليه لا يوجد لغز ولا يوجد في الطب بلغز ولكن يوجد منهج علمي للتعرف على الاسباب والمرض والاسبابه والاسباب التي قدت اليه وبالتالي ده اللي احنا اشتغلنا عليه في المحاور الخاصة بوزارة الصحة عن طريق ان احنا ننزل في الاماكن اللي فيها المنازل دي نعمل زيارات ل315 منزل نعمل مناظرة ل279 فرد عشان نعرف ونسمع منهم ايه اللي حصل ده كان اسبابه ايه هل هم اكلوا في مطاعم معينة هل تعرضوا الى مشروبات معينة هل في شيء مشترك في البيوت دي والهنى ومن هنا مع حصر المخالطين للحالات اللي تمت الحالات المرضية وبنسميها تشكيل لفريق عمل لتقصي والمرور لمحطات المياه وانا اقف عند النقطة دي كمان وطبعا زميلي معي الوزير الاسكان هتكلم فيها افضل مني بكتير علشان دي نقطة مهمة احنا نوضحها مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه اكتر من وزارة وزارة الري والموارد المائية بتاخد عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي واسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصلها الى الاراضي المصرية وبمعامل متقدمة جدا وتستطيع انها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات اذا فيه اي شيء ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا ثم الماية دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الاسكان والشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه وعمليات ايضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها ثم يأتي دور وزارة الصحة انها بتجرى كل الاجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحليل عند خروج المياه من محطات الشرب او محطات المعالجة الى الشبكات الداخلية للمنازل وطبعا في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في امور كثيرة حول هذه المحطات وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات فإذا هناك منظومة معقدة جدا للاطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامة ده في الامور الطبيعية اللي مفيش فيها اي تجاوزات او مش فيها اي مشاكل في الانشاءات او مشاكل في البنية التحتية زي ما نتكلم مع من خلال زميني جمعنا البيانات وعملنا تقصي للحقائق وروحنا للمخلطين اجتمعنا مع كل مقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات المعنية ببروتوكولات العمل كملنا كل الأدوية وكل الكواشف الضرورية لهذا الأمر حتى نستطيع ان احنا نكون جاهزين الأعداد سكانت موجودة دلوقتي او زادت كل ده تم من خلال وزارة الصحة وكان اهدفنا الحقيقة اللي احنا بنشتغل فيها كمجموعة عمل هو تقييم الوضع الوبائي للحدث واحنا يعني الكلام ده كله بتعمل على مستوى العالم وعندنا من الجهات المدربة في قطاع الطب الوقائي لهذا اجراء